موسيقى مساء سعيدا لكل أحبة متابعي الشوط الثالث عبر الشرقية وحييكم أحلى تحية كالمعتاد نأخذكم إلى أهم المتابعات والأخبار الرياضية التي نضعها أمامكم أولا بأول ونبدأ سادتي الأحبة من نادي أربيل وكردستان العراق وزيارة البابا إلى العراق وعدد من محافظاته إذ أهدى رئيس الهيئة الإدارية لنادي أربيل الدكتور عبدالله مجيد قميص نادي أربيل بكرة القدم إلى بابا الفاتيكان فرنسيس خلال زيارته لعاصمة أقليم كردستان البابا فرنسيس قد أجرى في وقت سابق قداسا على أرضية ملعب فرنسو حريري في أربيل عاصمة إقليم كردستان حضره نحو عشرة آلاف شخص من جميع الأديان والطوائف لاستقبال الحبر الأعظم وقام عبدالله مجيد رئيس الهيئة الإدارية لنادي أربيل بتقديم القبيص الخاص بفريق كرة القدم إلى الحبر الأعظم البابا فرنسيس بعد الانتهاء من مراسم الاحتفال والقداس وقبل مغادرته الملعب هذه اللقطات لبابا الفاتيكان وهو يجوب أرضية ملعب فرنسو حريري التي غصت بالجماهير اللي يقدر حضورها بأكثر من عشرة آلاف متفرج من جميع الأقوام والديانات طبعا من زيارة كريمة ورائعة إلى العراق طبعا ليس بالغريب هذا البلد اللي عمقه أكثر من سبعة آلاف سنة حضارة أكيد هذه الزيارة سنتحدث من الجانب الرياضي المفروض إحنا نستغل ونستثمر زيارة البابا اللي نجحته لله الحمد بفضل جهود الخيرين والطيبين وستحدث عن الجانب الرياضي عند زيارة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس إلى ملعب فرنسو حريري شاهدنا الحضور الجماهيري وشاهدنا الإنسيابية والنظام ما معناها أن العراق ولله الحمد ينعم بالأمن والسلام والطمأنينة والعراق قادر على احتضان أي تظاهرة كروية رياضية ليس في أربيل وإنما في كل محافظات العراق العزيز وهذا أكبر دليل على أن بابا الفاتيكان تجول باسترخاء وبطمأنينة لذلك هذه رسالة يوجهها العراق مرة أخرى إلى الفيفا إلى الاتحاد الآسيوي بأنه قادر على احتضان الكثير من الفعاليات على المستوى الآسيوي على مستوى صصفيات المونديال نعم نمتلك البنى التحتية نمتلك الكثير الكثير نحتاج دعم حكومي وبالتالي تنجح جميع الجهود لذلك أيضا شيء جميل أنه الدكتور عبدالله مجيد أهدى قميص نادي أربيل إلى بابا الفاتيكان أكيد هناك بعض الهدايا قدمت إلى في بغداد وهذا تعبير على أنه الزيارة كانت زيارة شمولية ليست في جانب معين أو في إطار معين بل في جميع الإطارات ومنها الرياضية إلى اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الأولمبية العراقية التي أصدرت كتاب أول من أمس والتي طالبت فيه جميع الاتحادات الرياضية التعرف على مقر إقامته ومواقحها الألكترونية وأيضا أوقات الدوام بالنسبة لموظفيها إذ طالبت اللجنة المؤقتة لإدارة العمل الرياضي في العراق الاتحادات الرياضية المركزية بتحديد أماكن مقراتها التي تدير مسؤوليتها الرياضية فيه جاء ذلك إثر كتاب الرسمي أصدرته اللجنة المؤقتة تضمن أيضا مطالبة الاتحادات بتزويد اللجنة بمواقحها الألكترونية الرسمية وتوقيتات الدوام الرسمي لملاكاتها وموظفيها ابتغاء لتزويد الدواء الرسمية المختصة بذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات التكميلية للجمعية العمومية في اللجنة الأولمبية العراقية المقرر إقامتها نهاية الشهر الحالي وبالتالي إلى انتخابات إن شاء الله الغرض منها ولادة مكتب تنفيذي جديد ولجنة أولمبية جديدة لأنه الكل يعرف أنه هناك لجنة مؤقتة تدير العمل الأولمبي برئاسة الدكتور أكرم نعيم عطوان وعضوية قاسم الخاقاني وآزاد حسن شيء جميل إنه إحنا نتعرف على مقر إقامات الاتحادات الرياضية ومواقحها الإلكترونية شيء من الضروريات الحتمية لأنه بصراحة يمكن إحنا أول برنامج ناقشنا وقلنا إنه بعض الاتحادات ما إلها مقرات ومقراتها وهمية وهاي الاتحادات إحنا انتقدناها وقلنا ما إلها مقرات وأكو بعض الاتحادات تبجحت وأخذت مبالغ سلف لترميم وإعادة بناء مقراتها واتضح فيما بعد أنه هاي المقرات اللي صرفت فلوس عليها ما تاب على لجنة الأولمبية ولا وزارة الشباب بل إلى وزارات أخرى وهذا هدر علني بالمال العام لذلك طبعا أنا كأمنيتي أتمنى كل الاتحادات حقيقة أن يكون عندها مقر وهذا المقر يكون داخل اللجنة الأولمبية العراقية اللي أتمنى أن يكون عندها بناية تتسع أسوة بالعالم تتسع لجميع الاتحادات الأولمبية والغير أولمبية مثل ما معمول بيه بكل العالم ومثل ما كان معمول بيه حتى في العراق قبل 2003 كان عندنا اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بناية في شارع فلسطين متكونة من تسعة أدوار كل دور بيها حوالي عشر اتحادات وثمان اتحادات ورفهم قاعة اجتماعات أمانة السر وبالتالي المراجع اللي يريد يراجع الاتحادات ما ي يعني يجد في التعب معين مثل هسة اتحاد التايكواندو مأجر بثلاثة أربع ملايين واتحاد المصارعة مأجر بثلاثة أربع ملايين والفروسية بالجادرية وما عرف بيش واتحادات هذه طبعا تثقل ميزانية العراق وتثقل ميزانية اللجنة الأولمبية لأن الأموال المخصصة ليست مخصصة لصرف مبالغ للمقرات بقدر ما تكون مخصصة لصناعة المنجز لصناعة البطل مو احنا نصرفها إيجارات وهاي بحذاتها هي شبهات فساد مثل ما صار باتحاد الشراع ماخذ سلفة تشغيلية 250 مليون دينار لترميم مقر على نهر دجلة وتالي طلع هذا المقر لا تابع للشباب ولا للجنة الأولمبية تابع الوزارة الموارد المائية وهاي كارثة بحذاتها وقررت عين رئيس الاتحاد اللي طمطمه للشغلة وشيء جميل من دكتور أكرم اللي يفتح هذا الملف تعالوا دلونا مقراتكم وين مواقعكم الإلكترونية حتى نقدر نتعرف على ساعات الدوام هذا شيء جميل لأنه الاتحادات مو كلها حتى مكون منصفين يعني يكون اتحادات نوجه لها تحية تتشتغل بكل ما توفرت لها من ظروف فإن شاء الله إحنا بانتظار انتخابات تكميلية إن شاء الله أعتقد يوم 22 من هذا الشهر رح تكون هناك انتخابات تكميلية للجمعية العمومية ومن ثم بعد يومين تلحقها انتخابات لكن أكو فلترة بالأسماء اللي تقدمت من قبل الهيئة المؤقتة أو اللجنة المؤقتة اللي رح تفلتر الأسماء لأنه ما يصير 28 اسم داخل بصفة خبير وهو ما لعلاقة لا من قريب ولا من بعيد لا بكلمة خبير ولا بالشؤون الرياضية فهذه مهمة الهيئة المؤقتة وكننا ثقة بالدكتور أكرم العطوان لفلترة هذه الأسماء وبالتالي إيصال أسماء ممكن أن احنا الراهن عليها لأنه أكو أسماء وجهلها التحية دخلت إلى الانتخابات مباشرة سادتي الأحبة وكما عودناكم في برنامج الشوط الثالث وعودتكم قناة الشرقية على أن تسأل وتتابع الحالة الصحية لجميع النجوم الرياضيين بل ولكل الشخصيات الرياضية اللي أدت الكثير من الخدمات سواء كانت فنية وثقافية ورياضية إسماعيل خليل هذا النجم الكبير النجم العالمي اللي تعرض الانتكاس الصحية وأجرع عملية جراحية في عينيه جعلته يرقد في داره لأكثر من شهر برنامج الشوط الثالث وفريق العمل اللي أهداله باقى من الورود ووصل للاستفسار عن صحته وعافيته واطمئن على وضع الصحي وعلى عمليته الحقيقة هذا ديدا قناة الشرقية والشوط الثالث لأنه الكابتن إسماعيل خليل من النجوم الكبار من النجوم العمالقة اللي خدموا العراق واللي سطروا أرواع الملاحم في الوقت اللي أيضا عاتب حال حال خالد بشير عملاق كرة الطائرة المسؤولين اللي ما يسئلون على نجومهم وروادهم من أصحاب الإنجازات حينما يتعرضون إلى انتكاسة صحية لكن ولله الحمد نحن نتابع كل صغيرة وكبيرة ونضع حالة إسماعيل خليل أمام كل المشاهدين الصحة والسلامة لأبو حمزة بطل رياضة الفن النبيل البطل العالمي صاحب اللكمة الحديدية نتابع ما تحدث به لزميننا محمد الخفاجي ولمعاناته وعمليته التي تكللت بالنجاح إلى إسماعيل خليل الحمد لله أشكر أفساد محمد أشكر الكادر الشرقية لو ما جئوا إلى بيتي وهذا شيء شرفني بصراحة ولو أنتوا السباقين بهذا المجال لا تنسوا من الأبطال الرواد رفعت اسم العراق عاليا في المحافر الدولية الحمد لله والشكر يعني قام لي عملية صحيحة وجيدة والحمد لله ستشوف عيني كنت ما شوف بيه نصف الواجهة ما شوف هاي منه فالحمد لله من بعض العملية رح تراجعت الدكتور العياتة الخاصة الحمد لله إن شاء الله أشوف تقريبا ستة على ستة إن شاء الله أتوقع بيها إن شاء الله بس إحنا عتبنا مثل على اللجنة أممبية ووزارة الشباب يعني يجب يهتمون في الشخصيات يتابعون حتى لو يعني ولو ظروف البلد يعني معاناة تقرون جاعة تقرون بصراحة بس همنا حق عليهم إحنا تليفونيا أو مندوب عنهم يعني ما يدعوا حاسبهم منهم حساب يعني بس إحنا إن أغلبية المسؤولين هم الرياضيين يعني إحنا شاركنا معاهم ودخلنا مع عسكرات وشاركنا في فطلات خارجية طبعا أكرر دعواتي بالصحة والسلامة إلى الكابتن الكبير إسماعيل خليل وأضم صوتي إلى صوتك فعلا وين دور المسؤولين المسؤولين اللي ملتهين الآن بأمور بعيدة كل البعد عن مهامهم الوظيفية جزء مهم من مهامهم الوظيفية هي متابعة الرواد ونجوم الرياضة وتفقد حالتهم يعني إحنا لله الحمد هذا واجبنا وديدا مجموعة قنوات الشرقية هي الاستفسار ودعم وعرض كل الحالات الصحية لكل الشخصيات الرياضية لكنني أتحدث الآن ما الذي حصل بحنون مشكور بحسين العيبي بخالد بشير بسماعي الخليل قائمة طويلة من الأسماء اللي للأسف الشديد لكل عاتب المسؤولين الرياضيين وقالوا يا باب بتشذب لا تليفون لا سؤال وتناسوا أن هناك علاقات طيبة تربطهم لأن المسؤول الرياضي الآن هو رياضي سابق وإحنا استبشرنا خير بالرياضي عندما يكون متواجد لكن تواجد يكون داعم للرياضيين من خلال محنة صحية يمر بها وهذه دنيا وهذا بشر ندعو بالصحة والسلامة للجميع لكن إش حالاتها من رائد رياضي بحجم اسماعيل وغير اسماعيل من تصير هناك تليفون ومتابعة وزيارة ما تكلف ترى ترى الزيارة يعني لمدة خمس دقائق هم واجبة بالإسلام وإلها أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى وهم في صميم عملك وهم يحس المريض أنه هو ما زال نجم والناس تسل عليه ترى تخفف من حالة المعنوية والصحية لذلك هذا الموضوع اللي ما عرف وين أخلي بياه خانة خانة الإهمال خانة التناسي الكرسي اللي ينسه المسؤوليات اللي أخذت بس هو ترى جزء من المسؤوليات هي متابعة الرائد ومتابعة الراحل اللي ينتقل إلى رحمة الباري وش حالاتها أنه المسؤول يجي ويسأل ويقعد يم أهله ويتفقده فهذا اللي نتمنى وكرر دعواتي القلبية للكابتن الكبير اسماعيل خليل وأن يعود إلى محبي أصحاب القفازات ورياضة الفن النبيل لأنه اسماعيل خليل هو ملح الملاكمة العراقية لازمنا معكم نتجول لنتعرف على أهم المتابعات الرياضية سادتي الأحبة هذه المرة نأخذكم إلى السليمانية اللي احتضنت منافسات مرحلة مهمة من دوري كرة الطائرة للفرق الممتازة إذ احتضنت مدينة السليمانية أربع مواجهات مثيرة ضمن منافسات الجولة الثانية من التجمع الثاني لدوري الطائرة الممتاز في اللقاء الأول فاز نادي الصناعة على أربيل بثلاثة أشواط دون رد وحقق غازة جنوب الفوز على الشرطة بثلاثة أشواط دون مقابل أيضاً كما وحقق فريق البيشمرق انتصاراً كبيراً على الحبانية بثلاثة أشواط مقابل شوطن وحيد وفي مباراة مثيرة أخرى تمكنت جيش من تحقيق انتصار ثمين بتغلبه على البحر بثلاثة أشواط لشوطين طبعاً نحن نشكر أيضاً إدارة نادي البيشمرق على احتضانها لمنافسات المرحلة المثيرة من دوري الكرة الممتاز بالكرة الطائرة طبعاً وهذه النتائج نشوف نتائج كبيرة جداً فريق الشرطة المرشح الساخن للفوز بالدوري خسر مباراته وأيضاً نتائج رائعة لبقية الأندية اللي نتمنى الموفقية والنجاح للعبة كرة الطائرة وإلى أنديتنا كل ما كان هناك دوري مهم سيكون لنا منتخب مهم في الكرة الطائرة موسيقى إذن كل الموفقية والنجاح لفرقنا فرق الطائرة إلى منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم اليوم الثلاثة سيشهد انطلاق مباريات الدور الثالث والعشرين من المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز إذ تنطلق منافسات هذه الجولة بإقامة أربع مواجهات ثلاثة منها تقام في الساعة ثنتين الظهر حيث يضيف ملعب التاجي نادي النفط وضيفه القادم من كردستان زاخو فيما يلاقي السماوة على ملعبه فريق نفط ميسان أما ملعب النجف فيلتقي نادي نفط الوسط ضيفه الكرد وضمن المنافسات ذاتها تقام مباراة واحدة في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت بغداد وعلى أدين ملعب الشعب الدولي مباراة تجمع الطلبة وضيفه فريق نادي أمانة بغداد ويتصدر فريق نادي القوة الجوية الترتيب بعد انتهاء الجو لـ 22 بـ 47 نقطة إثر خسارتها أمام الصناعات الكهربائية يلاحقه الزوراء بالمركز الثاني برصيد 41 نقطة ثم الشرطة ثالثا برصيد 40 نقطة طبعا كل الموفقية اللي أنديتنا وأيضا عدنا دير ببغداد الكبير بين الزوراء والجوية إنه وقف يوم الخميس أكيد رح تكون تغطي عن هذا اللقاء الكبير إلى نادي الحدود وقبل الذهاب إلى ضيفي الكريم والمحور المهم في حلقة هذا اليوم نادي الحدود يسمي المدرب عمار حسين بديلا للمستقيل مظفر الجبار إذا أعلنت إدارة نادي الحدود الرياضي تسمية المدرب عمار حسين مدربا لفريقها الأول خلفا للمستقيل مظفر جبار من سر الإدارة حازم تيموز أكد أن الإدارة تعاقدت مع عمار حسين بعد استقالة مظفر جبار بناء على طلبه مضيفا أن المدرب الجديد سيستلم مهمته اليوم لقيادة الفريق ونأمل أن يقدم شيئا إيجابيا ولفت إلى أن الإدارة تطمح لتعويض نزيف النقاط اللي فقدها خلال الجولات السابقة حتى أصبح في ترتيب لا يحسد عليه وهو المركز ما قبل الأخير برصيد 18 نقطة ويواجه الحدود فريق الصناعات الكهربائية الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 23 للدولة الممتس طبعا بالبدأ نبارك للكابتن عمار حسين المهمة الجديدة بعد تجربته الأولى مع نفط البصرة اللي رافقتها الكثير من المشاكل المالية والإدارية عمار حسين من المدربين الواحدين عمار حسين من المدربين اللي نجحوا مع أندية الميناء والبحري ونفط الجنوب واليوم عند مهمة جديدة في بغداد مع نادي الحدود شيء جميل ورائع يحسب للكابتن العزيز مضفر جبار اللي وجه التحية للمدرب الجديد وأيضا وجه التحية لجميع اللاعبين وقل لهم ترى أنا استقالتي بمحض إراتي حتى لا أتأثر على نفسيتكم لأنه مضفر جبار تربط علاقة طيبة جدا مع اللاعبين ومع الإدارة لذلك حس هذا الرجل وعمل بمقولة رحم الله امر إن عرف قدر نفسه وما ظل لازم الكرسي ومشل لب 14 و 15 سنة حس نفسه ما دي يقدر يقدم شيء لذلك احترم نفسه وقلهم يا جماعة أنا ما قدر أقدم شيء فتعقدوا ويا مدرب جديد هذه هي الأخلاق أخلاق الفرسان لذلك تحية إلى مضفر جبار وإلى المدرب الشاب عمار حسين نتابع ما تحدث به عمار وحازم تيموز عن المهمة الجديدة مع نادي الحدود نتابع أشكر الهيلة دارية طبعا على منحة نثقة وتسلم الفريق إن شاء الله نحاول نكمل مسيرة المدرب الكابتن مضفر جبار اللي اجتهد وعمل مع هذا الفريق وما قصروا لكن بعض الحيان هي كرة القدم توفيق وعدم التوفيق نحاول بتكاتف الجميع وبجهود الجميع من إدارة وكادر تدريبي ولاعبين وإداريين أنه ننهض بواقع الفريق ونحاول نحسن وضعب بسلم التدريب الترتيب العفو المهمة صعبة بسمه مستحيلة ارتأت الهيئة الإدارية وغرار الإجماع في اجتماع مجلس الإدارة نعطي المهمة الكابتن عمار حسين واحد من الكفاءات التدريبية المميزة سواء كان عن أخارطة العراق أو محافظة البصرة بصورة خاصة نتمنى التوفيق من نجاح الكابتن عمار حسين اللي راح نوفر لجميع الأمور اللوجستية في سوى النجاح الفريق كذلك إن شاء الله خلال هذا الأسبوع يصل اللاعب أحمد ماذن الصغير لاعب المنتخب الأودر نادر فيصل اللي راح يكون أضافة قوية كنا ثقة بكابتن عمار حسين والكادر التدريبي اللي معاه واللاعبين إنه نتشل الفريق من قاعد الترتيب إذن كل التوفيق لإدارة نادي الحدود وشكر إلى المكتب العلامي لإدارة نادي الحدود اللي زودنا بهذه اللقاءات واللقطات والموفقية لعمار حسين سادة الأحبة لجزء الثاني من حلقة هذا اليوم واللي اليوم ارتعينه أن نفتح الحوار بكل مهنية المهنية التي عهدتمونا أن ننهجها في طريقنا في طريق الشوط الثالث مشاكل الحكام الأخطاء التي ترتكب أثناء مباريات الدور الممتاز وبالتأكيد هي أخطاء غير مقصودة ما يعانيه الحكم والضغوطات اللي يواجهها الحكم وإدارات الأمدية اللي طلبت مرارا وتكرارا اللي جوء إلى طواقم أجنبية إدارة الحكام وأيضا لجنة الحكام تعاني الكثير من الأمور في محاولة لامتصاص الأخطاء اللي تحصل وهي أخطاء واردة لكن في الآونة الأخيرة كثرت هذه الأخطاء وبالتالي سنرمي الكثير من الأسئلة في ملعب ضيف الكريم هو الحكم الدولي السابق ورئيس لجنة الحكام الحالي الدكتور علاء عبد القادر اللي متواجد معنا من استوديوهاتنا في بغداد الحبيبة وعلى الهواء مباشرة دكتور أول شي حمد الله على سلامتك ومرحبا بك ضيفا كريما في الشرط الثالث عبر الشرقية بسم الله الرحمن الرحيم سيدة محمد تحية لك ولأسرة البرامج ولجميع مشاهدي برنامج الشرط الثالث وشكرا لهذه الاستضافة المهمة عسى أن نضع النقاط على الحروف وكما أقول الهدف منه والإنصاف يعني نتمنى يعني أن نوفق في هذا اللقاء إن شاء الله أنا عهدتك صريح وعهدتك أنك واسع الأفق والصدر لذلك سيتحدث بكل صراحة معك وأنا سعيد بتواجد حضرتك معاني سيذهب إلى هذا التقرير اللي يختزل البعض مما نشهده في مباريات الدوري الممتاز ونعود للحديث مع ضيفي الدكتور علاء عبدالقادر إلى محمد الخفاجي كثور الحديث عن مستوى التحكيم والأخطاء التحكيمية المؤثرة في الدور الكروي المنتاز الأمر الذي يستدعي المزيد من التدقيق والتحقيق في الشأن التحكيمي وهذه إحدى مهمات لجنة الحكام التي يديرها نخبة من الحكام المعروفين محليا ودوليا موجة كبيرة من الانتقادات توجه صوب قضاة الملاعب لتكرار الهفوات التحكيمية صيما تلك التي تكون واضحة أو تؤثر على نتيجة المباراة هفوات ما كانت قد تحدث لو تواجد لدينا نظام الفار المطبق في غالبية الدوريات بما فيها الدوريات الخليجية ولذلك فإن حكامنا مطالبون بالمزيد من التركيز والهدوء لتجنب تكرار وقوعهم في مثل هذه الأخطاء والهفوات التي تخدش تاريخنا التحكيمي المشهود له بالكفاءة العالية ونعلم مدى حرص لجنة الحكام على سمعة الحكم العراقي ونقدر عملها المستمرة سيما بما يتعلق بمبدأ الثواب والعقاب وفق اللوائح والقوانين الخاصة بها لكننا نأمل أن تتلاشى تلك الأخطاء التي تؤثر على المنافسة سلبا وتزيد من حدة الانتقادات الموجهة ضد الحكام بصورة عامة من بغداد الشوط الثالث محمد الخفاجي شكرا محمد على هذا التقرير أعود للدكتور علاء عبد القادر دكتور في البداية أحيي لجنتكم اللي نطت الفرصة للكثير من الحكام الشباب اللي أثبتوا علوك عبهم ونوجه التحية إلى كل حكامنا لكن أتحدث معك وأنت حكم دولي إليك باع ما يحدث من أخطاء أراها جديدة على دوريني وخصوصا من حكام إلهم مكاني لماذا تكرار هذه الأخطاء في مباريات دوريني تفضل سيدي الكريم أخي العزيز سيدة محمد أكرر شكري على هذه الاستضافة الأخطاء جزء لا يتجزء من المباراة وأخطاء مع الفار الآن يعني في تقرير قريب جدا سماعته من الدوري الإنجليزي في أحد الدوريات القريبة أنه ثلاثة قرارات مع الفار نتج عنها أخطاء يعني مع التكنولوجيا طبعا التحدي الدولي عجز بعد أن عجز عن عيقاف الأخطاء راح إلى من راح إلى التكنولوجيا قرارات الحكومة وفق المادة الخامسة هي قرارات تقديرية تستند إلى رأي الحكم الذي لديه السلطة التقديرية نعم ولهذا السبب صار حتى خطأ معامل مع الفار لأن الفار أنت رأي وهذا الرأي كان غير صحيح ولكن عندما تكون الأخطاء يعني أكثر من المعتاد وتتجاوز الحدود لا هنا يجب أن نستوقف إحنا يعني أنا أشكرك جدا على يعني بدايتك لما قلت أنه نطب فرصة كبيرة للشباب هذا شيء إيجابي فعلا نعرج عليه مثل ما الله يبارك بيك لكن أنا أريد أقول أنه أنا لحد هذا الدور 23 كم مباراة مضت من الدور العراقي 230 مباراة نعم 230 مباراة المباراة وأنا مسؤول عن العدد المباراة الآن وصلت إلى 20 مباراة تغيرت بها النتائج وهناك أيضا عشرة أخطاء في مباراة يعني كانت أخطاء كبيرة لكن لم تؤثر على النتيجة نعم إذا نبقينا إحنا بحدود العشرين مباراة من أصل 230 مباراة بس عشرين هواية دكتور فهي ثمانية بالمية أستاذ محمد إيه هواية هواية لا أبدين من تحسبها خلين نكونوا واقعين إيه نكونوا واقعين يعني عشرين مباراة بالحكم العراقي إلى نسبة ميتين المشهود لكل شيء إلى نسبة ميتين دكتور علاء كنتوا تحكمون تحت ضغوطات جماهيرية وكانت أكو جلاد وكانت أكو قصاص وكانت أكو رضوانية وما كانت أكو أخطاء أخطاء قليلة جدا الآن إحنا نعيش ببحبوحة جماهير ماكو ضغط ماكو نتعامل بأريحية ماكو ضغوطات ربما ضغوطات زملائنا الإعلاميين اللي الحقيقة يعني يرون من وجهة نظرهم أنه طرحهم هو مناسب لما يشاهدوه يعني الآن الحكم ما عنده ديش الضغوطات دكتور وآني وياك يعني عشناها وشفنا الشيون الحكم كان يدخل ويقرأ ألف سورة على مدليه الآن هاي الأمور ما موجودة ليش هاي الأخطاء يعني عشرين عشرين مبارات أو ثمانية بالمية أو عشرة بالمية أستاذ محمد لا أقول لك شيء نعم بتفضل نعم أستاذ محمد يعني أنت قلت بالبداية لننصف أكيد يعني أنا لمن اليوم عدي حكام شباب ويدولين يشتازون ميتين مبارات ميتين مبارات بدون أخطاء يعني أنا بهذا الدور في مبارات النجف والقاسم الحكم الشاب فيت كريم أنه احتسب ركلة جزاء بالوقت البدل الضايا وكانت من بمهنية جدا عالية بدون تردد نعم يعني أيضا الأخ أحمد عسكر من الموصل منتصر يعني كل دول الآن ديمشون سكتور علاء الأخطاء عند الدوليين مو عند الشباب كانت هناك أخطاء يا هاي طام الكبرى أبو أحمد يا هاي المشكلة هنا صح نعم يعني الشباب الله يوفقهم صح وأتمنى لهم الموفقية نعم لكن الدوليين المشكلة بيهم أستاذ محمد نعم أستاذ محمد أنت تذري الأخ علي صباح نعم قاد نهائي دور أبطال آسية العام الماضي والله مبعث فخر والأخ مهند قاسم والأخ مهند قاسم قاد قبل أيام يعني الإسماعيلي المصري والوداد المغربي شبه نهائي دور أبطال آسية يعني أبطال العرب وكانه مثل ما تفضلت هو موضع فخر نعم لكن اليوم الأخطاء اللي صارت يعني أخطاء إنسانية وبالتالي يجب نضح هذه الأخطاء على دكتور علاء على محمل الخير وليس على أكيد أكيد المناسبة دكتور علاء والابتزاز والضغوط أنت قلت اليوم ماك جمهور نعم نعم تسمح لي دكتور علاء نعم والله العظيم والله العظيم حكمنا العراقي مبعض فخر حكمنا العراقي نفرح منه نشوفه يروح يحكم مرة ويقود المباراة بسلاسة وبنجاح ويأخذ عشرة على عشرة هذا كله يعني ما إجه من فراغ إجه من ناس لتشتغل لكن دكتور علاء خليني منطق وياك الحكم الدولي اللي ارتكب الخطأ الكبير في مباراة زاخو والشرطة يعني ما أعرف ما أعرف يعني وين أخليها بيا خانة وشنو أفسرها لذلك أنا اليوم محتاج توضيح من الجنة زين أنا أقول لك نعم أنا أقول لك يا سيد نعم ما أكو مشكلة ما أكو مشكلة شوفوا الآن يعني الخطوات اللي يسوينوها لجنة الحكوم يعني أنا أرجو لنا أنه أخذ بجريرة هذه الأخطاء شنو ذنب على عبدالقادر أو كاظم عودة أو حادم حسين يعني نعم نحن كنا ندخله لكن الأخطاء اللي صارت يعني كاتب قبل أكثر من ثلاثة شهر على أجهزة الكمنيكيشن سيستم اللي هي جسد الاتصال نعم ولهذه اللحظة حقيقة يعني لا أستطيع أن أحصل على هذه الأجهزة يعني يمكن لما الحكم زيد راح لحكم المساعد الدول لحسين فلاه لأنه الجهاز ما كان يشتغل كان الأخ الوسط يستلم من الحكم المساعد لكن المساعد ما يستلم من الحكم الوسط نعم ولهذا السبب راح وللأسف يعني لحظة إرباك نتج عنا قرار خطأ أيضا الخطأ اللي صار ما بين في مباراة الزوراء والطلبة هو خطأ يعني حقيقة نتألم إلى أن خطأ بسيط جدا نحن عدنا بالاتحاد الآسوي الحكم عندما يتخذ خمس قرارات صعبة تبدي درجته تكون يعني يعني السهل السادة محمد فالقرار كان سهل ومتوقع لش من الحكم المساعدة الإضافي اتخذ هذا القرار والحكم الوسط حقيقة نتألم يعني لكن هذه الأخطاء ممكن أن تقع نعم تقع يعني بدليل الآن أنه نهاية كأس العالم للأندي في قطر يعني أكثر من ثلاث مرات راح للبار هو الحكم من يتوقف وينتظر رسالة من البار يعني أكو خطأ الحكم لما يروح إلى الشاشة كلا الجزاء وما احتسره هاي على أقل تقدير الآن في كل الدوريات العامة اللي نشوفها إذا ما تتوقف ثلاث مرات إلى أربعة يعني هذا الآن دا يمر علينا احنا الشيء اللي نفخر به سادة محمد من أول يوم وضعنا قدمنا في لجنة الحكوم أصرنا على أن نخاطب الاتحاد الدولي وخاطبنا واستلمنا الخطاب وبدعنا بهذه الخطوة اليوم أريد أن أوصل فكرة أنا أنحني إجلالا واحتراما لما يقدم أبنائي الحكام من جهود كبيرة تتصور يعني لأول مرة الاتحاد ليس سلم دينار واحد كمساعدات لا من وزارة ولا من حكومة في حين الاتحادات السابقة كانت ما شاء الله الجنطة مفتوحة اليوم مضطر أنا أن أهون على حكامي وأبنائي أنه من أصل 23 مباراة ومستلمين فقط من الخمس خمس أدوار يعني تقريبا ما يعادل 17 دورهم من استلمين الأجور اليوم لحت هذه اللحظة أنا ما قادر توفير تشهيزات رياضية غير قادر على توفير على سبيل المثال معسكرات لحت هذه اللحظة غير قادر على توفير الأشهزة الاتصال غير قادر وكل هذا حكامنا يعرفون أنه لعبة كرة القدم هي المتنفس لجمهورنا أنت تفضلت قلت ماكو ضغوط لا أصدقني ويقدر ينزل الفيديو ويهمن الناس بأشياء مو صحيحة وبالتالي يولي الضغوطات غير صحيحة اليوم السادة محمد صدقنا أنا قبل يوميا أنهيت ورشة عمل مع الاتحاد الدولي على مستوى دغولت أربعة أيام يشكر الاتحاد الدولي بالمرحلة الأولى سونا أيضا ورشة عمل مع الاتحاد الدولي ورشة عمل قائمة تحليل تدريب لكن أنا هو أملك عصر سحرية ولا جملائي إحنا نحتاج أيضا إلى سعة الصدر وتحمل ويجب أن نضح هذه الأخطاء على طاولة الأخطاء الإنسانية أنت السادة محمد تقول 20 مباراة هواية 20 مباراة إذا من أصل خلينا نقول 100 مباراة بس مو من أصل 230 مباراة السادة محمد دكتور أقول هواية لسبب إحنا الحكم من يطلع بره مو أنا هذا اللي داقوله لعلو كعب حكمني نعم ولتاريخ المشرف ولمكانتي فأني صراحة أقول هواية لأنه لا يمكن لحكم عراقي أن يخطأ خلال الدورة في 20 مباراة مع أنه أنا متضامن معك والله أنا متضامن معك مادة ماكو أجهزة تكنولوجية ما عندنا وهذا الشيء كشفه كابتن حازم حسين وكان الله في العون لكن الناس هم يتقول لك أنا إداراتي عندي إذا أدفع ملايين أكو مدربين نقطع أرزاقهم لأنه غيرت نتائجهم وبالتالي الإدارات عصفت بهم هاي الأمور كلها مرتبطة بالحكم سؤالي يعني الآن فعلا لجنة الحكام تشهد استقالات بسبب ما تفضلت بي أو هناك أسباب أخرى سمعنا أنه رعد سليم استقال محمد سليم يا ريت تطلعنا كابتن علاء لا لا أبدا محمد سليم نائب رئيس لجنة نعم رعد سليم ما لم يتعود على هذا الأمور أنا أريد أن أوضح كل مناطقنا تعمل وفق تعليمات الإتحاد الوآسيوي إلا العراق العراق منذ أكثر من 12 سنة يتجاهل التعليمات اللي هي الصادرة من الإتحاد الآسيوي الدولي يجب أن يكون هناك دائرة فنية معنية بكل الأمور الفنية لمن للحكام بعد ما كل كل تتخلل السحبة وكل الشارك بترشيح الحكم ما يصير شيء إحنا اختارينا فقط زملائي المرتبطين بالإتحاد الآسيوي حتى يكون هناك توجه أننا نعمل بالضوابط في حين هذا المجموعة من دائرة تذيب تطوير الحكام تحتاج إلى قدرات بدنية تحتاج إلى مقدرة مرتبطة بعن الاتحاد الآسيوي أبضية تحديد المعلومات وهذا اللي حدث اليوم أنا عندي أعضاء لجنة حكام ما لهم علاقة بالسحلة ولا لهم علاقة بورش العمل ولا لهم علاقة بالكذا لكن لهم علاقة بالمصادقة على القرارات النهائية اللي تطلع منين اللي تطلع من الدائرة وهذه ظاهرة صحيحة حضارية إنه إحنا نمضي بمثل ما يمضي عليها كل أخواننا في قطر والسعودية والإمارات هذه تحدث لأول مرة أستاذ محمد الآخرين قسم منهم الآخر عسلين مع كل احترام إليه يعني ما عجبه هو الآن يا رب إن شاء الله يطيص صحة والعافية غير قادر على القيام والجلوس الشيء يقدر يتواجد وياي بالملعب ويركض ويهرول وانتتوجيهات بين حين هذا الأمر متوفر لدى الأخ كاظم عادي وهو ريفري أسسر وياي مع الاتحاد الآسوي الآن الأخ نجاح أيضا بفضل من الله اجساس دورة فوتورا والآن هو مهيئ أن يكون يعني أيضا ريفري أسسر مع آني وهذا بالتالي تنطي يعني معلومة للاتحاد الآسوي والاتحاد الدولي بأنه الآن اللجنة الحكوم في الاتحاد العراقي قد وضعت اللبنة في الاتجاه الصحيح وهذا ما نطمع نعم بعض الأخوان لم يعلفون هذا الموضوع لكن الآن بدأوا ينسجمون مع الواقع الصحيح والعمل ليس فوضوي هناك محددات ويجب أن يعرف كل واحد عملي طيب دكتور يقال أن العقوبات الانضباطية التي تصدرها لجنة الحكام أو دائرة الحكام المركزية بحق الحكام الذين يرتكبون أخطاء كبرى تؤثر على نتائج المباراة لم تكن بمستوى الحدث يعني مثلا حرمانة دورين وهي نحن كنا ندري الدورين يعني أسبوع لأن تدري أنت أربع تيام والخامس لعبة ثلاث تيام والرابع لعبة ما هو ردك يعني هل هناك عقوبات أقصى رغم أنه نحن ضد العقوبات ولكن لازم يكون توبيخ ولازم يكون ثواب وعقاب حتى تمشي السفينة السادة محمد أنا معك يعني هذا الطرح منطقي وعلمي وهو مبدأ سماوي لكن أنا اليوم يعني عالي صباح مثلا إذا واجب تصفيات كأس العالم وهو لاحي يكمل البريق والنجومية اللي يعني بداه يعني يصير أنا الآن بدأ المعوفر لأجواء نفسية حتى يقود مباراة يعني كلفت إله لتصفيات كأس العالم في طاجاكستان يجب أن أراعي هذا الظروف يعني اليوم الجانب النفسي السادة محمد مهم جدا في كل الرياضات أكيد تستند على ثلاثة ركاز أساسية جانب نفسي جانب بدني جانب معرفي نحن نعم الحكم اللي خطأ أول مرة يعني غير نتيجة وقفناه دور لكن من يخطأ مرة ثانية وقفناه دورين وأيضا عندنا بالتعليمات لا قدر الله مني ثالث هذا لح يأثر على مستوى يأثر على تسلسلة بالقائمة نحن ننظر إلى هذا المسألة بجانب مهني وجانب أبوي وجانب نفسي وتربوي نعم لا ننظر إلى الحكم أنه يجب أن نجلسه نحن من أصل نقول له أبعد يروح يراجع نفسي يعني ليش هذا الخطأ يجب أن نحن اليوم أمس يا أستاذ محمد نعم كانت أن يعني اجتماع على الأونلاين زوم ونفس الكلام اللي قدت حضرتك أنه يجب أن لا تكون هذه الأخطاء البسيطة يجب أن نكون عازمين على أن تقلل الأخطاء يجب أن نكون مشتهدين لأنه مسؤولية كبيرة وبالتالي يكون على ثقة أنه هذا الأمر نحن ماضيين به وهذا عهد وأسمع مني إذا الله سبحانه وتعالى أطاني الفرصة أن نستمر بعملنا سوف تكون إن شاء الله حكم يعني رائعة جدا لأن الآن اكتشفنا مواهب بعمر مبكر ولح نطي فرصة إلى حكام آخرين بحيث أنه لح تفخر إلى حكام عراقيين يقودون الدوري بهذا المستوى طيب دكتور بعض حكامنا كان الله في عونه متعرضوا إلى اعتداء سافر من قبل محسوبين على جماهير معينة مثل ما حصل مع الحكم اللي أنا أوصف بطل حكم مباراة الرفاعي والناصرية واللي تعرض إلى ضرب مبرح وأيضا اكتداء صار في الحلة واعتداءات أخرى ما هو دور لجنة الحكام إذا الاعتداءات اللي تحصل على حكامه باختصار دكتور نعم باختصار شديد يعني أنا شخصيا سلمت كتاب إلى الهيئة التطبيعية طالبت بيل آتي أنه أي تصريح متجاوز بالدفع أو ضرب أي تصريح مجرد تصريح من لاعب من مدرب من إداري يتعلق بأي قرار يجب أن يوقف إلى نهاية الدور هذه الحفاظ على مركزية الحكم هي بالتالي حفاظ على هيبة الاتحاد وبالتالي الهيبة على اللعبة بالأجمع اليوم بملء العين ونسمع ومتيقنين بأنه كل العالم ليس هناك بمقدور أي لاعب أن يصرح بإتجاه قرار حكم نعم نحن من نروح بهذا الاتجاه السيد محمد نقول نحن نوفر أجواء مناسبة بس لما الآن يطلع لي مع كل احترامي زين وصاد وكذا من هاي الأمور ويبدون برمي الألفاظ النابية وكذا طبعا لا هذا هذا شيء ليس صحيح ويجب أن تتخذ الإجراءات الرادعة من قبل لجنة الضباط وبتوجيه من اتحاد كرة القدم نعم شيء جميل دكتور دكتور أيضا باختصار يحبتك من تسمع بعض إدارات الأندية تلجأ إلى طواقم أجنبية بدل من المحلي وهاي بحد ذات أنا شوفه شبير على حكمني باختصار أبو أحمد طبعا طبعا السادة محمد هناك هجم على التحكيم هي أصلا على التطبيعية يعني مو مقصود هو فقط على عبد القادر على عبد القادر وقلبا وقالبا مع التطبيعية ومو لأتحاد السابق أنا الاتحاد السابق عشر سنوات لم أضع قدمي صحيح في الاتحاد السابق صحيح ليش الأندية كانت من تضع الحكم بعض الأندية طبعا اعترامي للأندية الأخرى نعم هناك أمور تكن صحيح على الإطلاق اليوم إحنا لما باشرنا بمخاطبة الاتحاد السابق لأننا وحنا عراق في وضع البار الدول الجوار مو أبضل من عندنا إحنا يجب أن نرتقي إلى مستويات عليا يجب أن يكون هناك أمور يعني يشعر بها الاتحاد الآسيوي أنه اليوم العراق يشكل يعني قاعدة مهمة لحكامة يعني اللي يعتمد عليهم بكأس العالم هاي إحنا رؤيتنا للمستقبل أخ أخي محمد اليوم لدينا هجمة حقيقة مبرمجة يعني لأنه بعض الأندية لم تجد لها متنفس من خلال الاتحاد السابق كانوا كل رؤساء الأندية هم أعضاء التحاد وبالتالي انفقدت العدالة بالموضوع نعم دكتور بدقيقة واحدة ما الذي يقوله علا عبدالقادر إلى إدارات الأندية البعض من إدارات الأندية اللي فقدت الثقة الآن تقريبا بمستوى حكامنا وآني طبعا أشكرك جزيل الشكور وأشكر حكامنا وإن شاء الله يعني نجاح مستمر بأقل من دقيقة دكتور أنا متيقن تماما أستاذ محمد شكرا جزيلا على هذا الاستضافة متيقن تماما أنه بعض الأخطاء السهلة اللي صارت يعني سوف لن تتواجد بإذن الله تعالى في ملاعبنا وسوف يظهر حكامنا بشكل أفضل لكن أيضا يجب أن تعي أستاذ محمد أن الأخطاء باقية طالما بقيت كرة القدم ولكن يجب أن تكون الأخطاء قليلة وغير مؤثرة وهذا هدفنا وسعينا إن شاء الله دكتور علاء عبدالقادر رئيس لجنة الحكام شكرا لتواجد حضرتك معي مع أمنياتي القلبية لحكامنا أن لا تتكرر بعض الأخطاء اللي تفضل وقالها ضيفي الكريم إنها غيرت من نتائج المباراة مع أنه أتمنى من الجميع أن يمنح الثقة مرة أخرى لحكامنا اللي هم خير ممثلين إنه في بطولات عربية وآسيوية وعالمية لذلك الحكم العراقي علينا أن ندعمه وأتمنى الموفقية والنجاح لكل الحكام وأتمنى ألا تتكرر الأخطاء اللي أثرت كثيرا على مستوى الدوري سادتي الأحبة وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة اللي آمل النار ترضاكم اللي كان جزئها الثاني مخصص لقضية مهمة جدا هي قضية الأخطاء المتكررة في منافسات الدوري الممتاز كان ضيفي من بغداد الدكتور علاء عبدالقادر شكرا لحسن المتابعة يوم غد عندنا حلقة مهمة جدا عن قضية مهمة جدا قضية تغيير المدربين هذه القضية سنناقشها يوم غد مع واحد من نجوم المنتخبات الوطنية أشكر لكم طيب المتابعة هذا محدثكم محمد إبراهيم الناصر يتمنى لكم الموفقية وإلى حلقة الغد أقول لكم في ملا